السلام عليكم متتبعين الكرام هذا السيد خدام إنسان ميسر عليه بعد المفهوم وهذا السيد تزوج إنسانة إنسانة ولد ولد معه جوج دراري وبنت ولكن هذا السيد ندخل في مشاريع أخرى مما أدى إلى زيادة ثروته وهذا السيد يريد أن تزوج مرأة أخرى ونحقه شرعة أربعة وعرض هذه المسألة على الزوجة وبالفعل الزوجة نتعه عندما يدير سواء يطلق ويديود أخرى يجيبها لدارها في نيكينة سواء يمشي ويكريلها بوحدة ويسكنها بالفعل السيدة لم يكن لديها قرار غير توافق وقال له بشرط لا تسكنها لا تجيبها حدايا ودروري أن يكون شوية مخاصمة أي مرأة في الكون لا تقبل بسهولة لا تقبل بسهولة لا تقبل بسهولة لا تريد أن تكون لديها مرأة لديها مرأة لا تريد أن تشاركها مع أخرى تتكلم لك ولكن هذه السيدة كما تقول لكم إنسانة مغلوبة إنسانة تدرسة إنسانة لا تريد أن تشمل لا تريد أن تجعلها كما في هذا المفهوم تجعلها كل شيء وتمشي بإمكانها تمشي جيدة وتمشي جيدة ولكن لا تريد أن تفرط خوفا من الأبناء التي كانوا صغار ما بين 16 أو 17 عام واحد الأكبر كان عنده ما يقارب 23 سنة تسيد هذا الإبن لما يقارب 23 سنة قبل أن أب لم يتزوج كان دائما هو ويا في سراعات يعني الدري كان كابر أول حاجة كابر مفشش ثاني حاجة كان أخرج من القراية محسن وهي مبكرة الدري كانت مفشاه الأم ديالو يعني باش كانت جالبا يعني الأبناء هما بتلاسة مفشاهم وبالجالبا يعني جهتها كانت كيوقع يعني شي خصابات يعني كيجي وكيقول بعدها ماما أنا اللي كبير أنا اللي عاقش كنت تدوز عليها أنا أنا والأم ديالي كانت صابرة معاك توصلتي لهذا الشيء ودبا كيفاش بغيت تزوج عليها وكذا يعني إنسان كان دائما في مشدات مع الأب ديالو وكانت الأم يعني كأم كتدور ديال الأم ما كانش كديره يعني كان كأجبادك الشيء وكانت كتتحدث معاه وكتحكيلها كتحكيله أفول المشاكل يعني المشاكل اللي كانوا يعني كتراوه قبل ما يتزادوا يعني المشاكل اللي كتكتعيشهم مع الأب ديالو كتكتعاودهم تتعاودهم تتعاودهم لابن ديالها الشيء اللي خلاه يزيد يقره ويزيد يعني ناقش مع هد الأمور هذي علش كتكدير الوليدة علش حطيتي علش 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 فكانت مشدات يعني مشدات شبهة يومية ما بينه وما بين الأب ديالو وهنا هنشوفوا يعني واحد الواقع اللي أسوقها بعدما الأب ديالو يعني إخده ديك ديك الزوجة وماخده بوحت سالي يعني ضروري ديك المشدات والأبناء وما بتلاته الوليد ما تتأخده ما يديش ما يديش يعني هو قرر القرار ديالو ولكن هو كان واخده يعني كان واخده يعني كان واخده عد جاقاله من بعد ما بقى شكي عمر في الدار بزاف يعني حتى المصروف ما بقى شكي يعطيه الأم ديالو ديالهم بزاف الشيء اللي خلاه أو خلاهم يضطروا كيمشوا عنده الدار الأخرى كبقى يعطيهم المصروف وعد كي يجيوا يعني كأنهم جاثوم هدي كأنها مدلة كأنها مدلة مرة تصفت الأخ ديالو الأصغار مرة تصفت هذا الأخ الأكبر مرة تمشيه كل مرة ويمشي واحد مرة 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 يجي المنزل ولكن قليل قليل في كي يجي عنده فالسيد هذا الإبناء الأكبر اللي يقول لكم خرج من القراية وكان منحارف يعني كي يكميه هذه كي يمشي قصار كي يمشي فكانت عنده واحد سيارة السيارة بالطبع بالطبع شراء لأم كيدور العادة اللي يجيش في ميكة كيدور الزنا اللي بنات مهم كان واحد الإنسان لي كما يقول لكم منحارف بلا ما دخلوه تصفاصيل أردنا واحد نهار لأب دياله قال له الأب ديالي أخصتك تعطيني دابعا أنا بغيت نجمع راسي وراني شيت واحد بنت الناس وبغيت نجمع راسي وبغيتك يعني تعطيني واحد المبلغ مالي اللي هو كبير تقريبا ما يناهز العشرات ديال المليون سعطيها لي باش نفتح واحد واحد الحانوت نكريه ونعمره بسلعة وما شابه فالأب دياله ميفتح معا هذا الموضوع هذا الأب دياله رفض رفضا ثاما وهنا هنا بدأت رفضا ثاما هنا بدأ المشدات بينه وبالعب تعوه في البلاصة يعني فين عند مراته جديدة يعني عند مراته الثانية شيء اللي خلال الزوجين التانية تخرج وبدأت يعني تدخل مبيناتهم تدخل مبيناتهم نال الشيطان نال الشيطان نال أولادا كل الأخرى تقول أنت ما تدخليش أنا وابا أنت مالكي يعني تخرج الجيران وفارقهم ومشا السيد بحاله فهذه الفكرة بدأت تكرر يعني ثلاث يمدو اربع يم يجي عنده يقول وش فكرت عطي عليه وش أنا شنو ندير وش هادئة عطيني حقين أبغيت حقين في المرة الثانية أخذت لك الفلوس الكامل أخذتك هذه أخذتك هذه كانت تكلم مع العلم بأن الزوجة الثانية كانت زوجة طيبة ما كانش يعني فيها تشيدي فوق كانت هي من عائلة ميسورة ماشي يعني شي وحدة فقيرة أو شي وحدة تخدمها معه أو تخدمها عنده طلو تصل لي لا كانت هي واحدة إنسانات هي قارية هي خدامات هي كل شيء ولكن نقلسها في الطرق لدينا خدامة ما عندك يعني فين تخدمين ما عندك فين تحاجة لخصتك نجيبها لك وبالفعل ذلك كذلك الزوجة ديالو يعني الأولى هو ما أبقى يعني يعني كيمشي عنده دائما كما قلت لكم كان واحد الإنسان يعني السيد قد قد علجت العيالة يقدمت على الأرباح ما يمكننا ندخله في الحياة ديالو هو عارف لاشي يجيبه فهذا السيد كما قلت لكم بدأ المشادات ديالو يعني كانت واضحة وكانت باينة للزوجة ديالو الثانية والزوجة ديالو أو الجيران عفوا كانوا لاحظوا بأنه دائما يجي عنده أعطيني الفلوت أعطيني هذه كيفاش وش أنا أعتقدني خمسة ألاف درام أو لا أنا سيديني بغاية عشرات المليون بغاية هذه كتب لي شيء بغاية تحققها أعطيني الموبلة أعطيني هذه المشاريع ديالو وانا ما أعطيني استعافت يعني يلوم الأب ديالو بأنه يعني أعطيه لأموال يعني أموال شبه شبه داخمة عفوا هي أموال كتيرة عشرات المليون حداشت المليون كله بغاية تفتحينه فما بغاية أعطينيه لأب ديالو ومع التشاور مع الزوجة ديالو الثانية قتلت الزوجة ديالو الثانية ما تعطيش مشي طبها وهذا إنسان يعني مشيش إنسان اللي هو معقول اللي أعطيني هذا المبلغ يعني مبلغ كبير ومشي شي مبلغ اللي هو بسيط هي خمسا 2 درام أو 1000 درام اللي�� användه فهنا الدريادة قرر وكأنسي قام يعني من أب ديالو ف ما チャجوا لكم بدا نضع لأب ديالو يعني الاتطار وبadora وكم ابيتى نضعت الحدق ومع ودار هذه الأولى كسكن فهو رجل عنده المشاريع يعني إنسان فإنسان كما قلت لكم هيكون سكن في فيلا فواحد الليلة هي من الليالي تسمى داخل أب دياله سمع السوارس يعني يدخل طنو بالغاراج وبغير يدخل من الكاف فهنا خرج شد باب ديالالغاراج وهي يدخل من الباب وبغير يدخل من الجردة فبالفعل دخل السيد من الجردة فتتلقى له الابن دياله عندك وجه هنا يحمر عندك وجهك حمر جاي اللي هنا عاد هادئ ما هادئ وتسيد هاد الابن دياله كان هذا اليد ديال المهرز يد المهرز اللي باش يدكو يعني التساوي بال هذا المهرز القديم كانوا عندهم وكانوا يدكو به بعض المرات وكان هذا المهرز انتو مراكم عارفين ما كانش يخطاع بيوت المغاربة واخا يعني داز يعني القديم ولكن كان الناس اللي كتحتاجوا فكان هاز كما قلت لكم ليد باش ديال المهرز فغفله ومدهش فيها الاب دياله فغفله ويعطي يعني نيشن للراس مما ادى الى وفاتي فورانت ومراكم عارفين ليد المهرز من حاس فهي يد تقيلة جدا القبضة باش يدكو فهي تقيلة جدا فجروا الواحد البلاصة وتم الحفر يعني حداء واحد الشجارة ودفنوا ودار عليه التراب ودار عليه القازون لأن كانت عندهم ذاك البلاصة فيها القازون وكان محيد ذاك الواجهة القازون يعني كان موجد يعني ذاك الواجهة محيدها وحط ذاك القازون يعني ميجا يعني تغييز السربة ذاك القادية مع الاب التاعو كان جاء ليلا وكان في الفيلا كانوا جوجه خوته والأم دياله هذا الوقت هذا ما كانش فراس الأم دياله ما كانش يعني فراس أخوته يعني هو اللي ارتاكبها وعليش ارتاكبها هذا السيد هذا كما قلت لكم كان باغي الفلوس والهدف دياله من الفلوس ماشي المحال بعد ما اعترف اعترافات دياله كان الهدف دياله الهجرة يعني الى الضيارة يعني يعني اوروبية كان ما باغيش يبقى عنا تلقى بشي اسحابه قالوا انت مالك هنا انت وليد عندك يعني كان واحد الصمصار يديه كده يعني يلعبوه على دماغه قالوا انت تحتاجة واحد الفلوس الفلوس اسمه يعني باش تدباني راسك ومسافره رابط بودا وكده يعني يلعبوه على دماغه الاوروبا ايطاليا هنا ديل الفلوس ديل بيزنس هو بغيبيل يعني يعني الاب دياله يعني يعني هو قباب اوه يدل الفلوس اه الاب دياله مما يعني ما عطاش الفلوس بقعت الفكرة عند الابن وهذه الفكرة هذه يعني نتاجة الى يعني تصفية الاب دياله باش يطالب يعني بالحق دياله وياخد الحق دياله . وهنا ما اتبقijah انوية ديلو يعني تقلبت بعد ان مط structure اخرجت الي بالones icy قلقا انا اخرجت المشاري bands انا انا بقعت Custom Cloud هنا ايا قالص من بعدمoccupant هذا الواقع ما رجعش الزوجة ديالو تعدها يطالفOn الهاتف تعني مطفي اه ش pickup اه بدأ في ال 그건 تمت جاية للدار بدأوا كيسبوها ما تجيش لهنا ما تجيش لهنا حيدي تيالي خطفتين تيكدا تيهادي مشيت عند البوليس ديكلارات دازت يومين ما بنتش حاجة كذلك هما هما مولفين يعني كيغيب عليهم السيمانة بالشهر يعني ما سولوش فيه تحقيقات يعني بدأ البحث عليها الابن اكبر دا ولا كيطالب حقو ولا كيجي لبلايس يعني في كان الاب ديال يعني كيختامه دا ولا كيبغي طالب حقو المحامل يمكن شعطيه يعني تشي ريال هنا يكن من قتلكم تدخلوا رجال الشرطة وحنا يكن شكرهم يعني باش تحلي يعني واحد المسألة بحلقة صعيبة صعيبة بزاف اه اه دخلوا اه فين كان اراعش لك في نادا سولي يعني الخطامة سولدك صحاب المشاريع اللي دير يعني معه مراجل يعني سيد تختافها فجأة كعي طول التلفون يعني مطفى اه والت هنا قضية مشكوكة فيها يعني اول ما يستنتقوا سنتقوا يعني الزوجة دياله التانية اللي يمشكوك فيها يعني كأنها تانية بعد مسؤولوا العائلة المرات والزوجة الاولى ولو كي حطوا اتهامات يعني بأولاده والزوجة دياله الاولى على الزوجة التانية يعني منها خداها وتبتل عليناه هو هو يعني ولو كي بحثوا يعني عندك شي خوك او واش عندك خوك دو الصوابع واش هادي وهادي يعني لقاوا بان الزوجة دياله التانية ما عندها لا تدخل في هذا شيء من بعد يعني بشهادة دياله يعني اخر مرة جاء عنده يعني شيء واحد هنا للطار كتلورة بان الابن دياله والابن تاعه يعني على ما كعود ليه كان يعني دائما في مشدات بينهما يعني مشدات اه كانت اه اه صارمة وهالجيران سيدي سوله الجيران بالفعل سوله الجيران القاوي انه بالفعل كان هناك واحد مشدات بينهما اه زائد يعني اه اه شا نقول لكم اه اه مشاو يعني مشاو السنطق والابن فوقاش كونتي فوقاش ايا سيدي انا ربا باطل بطلبوا يعني واحد مليون دي غام باش يعني ندير واحد المشروع ونفتحوا على الحانوت ولكن يعني ما اه اه ما بغاش ما بغاش وانا بقيت يعني ماشي يعني يعني مکي نربرش جلي prawمال كأنه اه فيل قف группاكاي انه يعني ما هيش انسان الليمهما سبباته عادي فقالوا اياوا يعني ان Đ grad toileteries اظلوا يعني ان يقلبوا حقوق قلبوا النطر قالوا ان يقلبوا منه هنه ومنه هنه ومنه هنا اه 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 تلاحظي ليتneh ضخوذ accessories واحد Uh اه واحد يدخوط هؤتا و المرات يلو تنيقتنا بأنه فعلا يمشي عند المرات الأولى وبالفعل هاي السيارة دي لونا و يخرج فجأة لقاوه يد المراز محتوطة في لا كاف يد المراز محتوطة في واحدة السطن فوحد الشرطي كان شرطي ممتاز لاحظ وجود بقعدة الدم لأنسية واضحة واضحة تماما يختار يد المراز كمحشوز و لا اعتقلوا شيء واحد يختار البصامات وقارنه تبين بأن البقعد الدم بشارية 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 حيوان وتبين بأن البصامات هي البصامات لابنه هذا المحشوز كان واحد دليل قاطع قاطع يوتيبيس بأن البصامات هو ملهد الفعل بالفعل هنا قضية 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 القدمة تنظيف بعد قضية جميع القدمة قضية قضية يعني كان خبر صادم يعني كالصائقة بالنسبة للجهاز الشرطة وبالنسبة يعني كالمغاربة كما كان كنكم خبر يعني يصدم المغاربة وهنايا يعني السيدة صرف كما بدكم منوزب عليه جملة تفصيلة و يعني خداء العقوبة ليلو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد